بأجواء امتحانية ملائمة وفرتها رئاسة جامعة الفلوجة انطلقت الامتحانات النهائية التحريرية بمشاركة ستة آلاف طالب وطالبة من جميع الأقسام والكليات ضمن التقويم الجامعي الذي عدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيشارك اليوم بحدود 6443 طالب وطالبة الدول الامتحان وتم زيارة جميع اللجان الامتحانية وايضا القاعات الامتحانية للكليات المذكورة وايضا الحقيقة حسب توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي فقد اجرينا كافة الاستعدادات اللوجستية والعلمية والمهنية من توفير الأجواء المناسبة من كهرباء وما إلى ذلك فجرت الامتحانات بانسيابية عالية جدا بعد انتهاء الوقت المخصص للامتحان استطلعنا آراء بعض الطلبة حول ما إذا كانت الأسئلة ضمن المنهج العلمي المحدد وفيما إذا كانت الأجواء المهيئة بالمستوى الذي يطمح إليه الطلبة كانت الأسئلة تقريبا يعني نقدر نقول مثل ما توقعنا سهلة وقدرنا نجاوب بوقت مناسب كانت وقات مناسبة والأجواء مناسبة بهذا الجو الحار مثل ما نقول توفرت يعني هواية سبل للطلاب وفروا النموي السبالة موجودة والأجواء حلوة إن شاء الله نتأمل بأيام الجاي أنه يتوفر هذا الشيء وغير الجامعات الكوادر التدريسية في جامعة الفلوجة تؤكد أنها حرصت على أن تسير الامتحانات بانسيابية عالية والالتزام بتوصيات وزارة التعليم العالي بتوجيهات الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهات السيد رئيس جامعة الفلوجة المحترم بأن تكون هناك توصيات للتدريسين بالأخذ بنظر الاعتبار الظروف الحالية والوضع الراهن وكذلك ما يتعلق بتوقيت الامتحان وأن تكون الأسئلة ضمن الوقت المحدد وضمن المنهج العلمي وضمن المفردات المادة وأن يكون الطالب مهيئ تماماً أكثر من ثمانين جامعة حكومية وأهلية في العراق باشرت اليوم بإجراء الامتحانات النهائية حيث ملايين الطلب يشحذون الهمم لحظ أعلى العلامات أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات النهائية التحريرية في جامعة الفلوجة موزعون على أكثر من مئة قاعة امتحانية بأقسامها العلمية والإنسانية إذ تسعى أغلب الجامعات العراقية ومنها هذا الصرح العلمي إلى توفير أجواء الامتحانية الملائمة للطلبة لحظ أعلى العلامات من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة